موسيقى السلام عليكم أحبتي طلبة الصف الأول الأساسي أهلا وسهلا بكم من جديد ومع درس جديد أحبت الصغار في الدروس السابقة للأعداد أخذنا العدد واحد والعدد اثنان هنا بطة بطتين والآن إذا أضفت بطة أخرى يصبح لدينا عدد جديد ما هو هذا العدد؟ هيا بنا نتعرف إليه من خلال هذا الدرس ونستمع إلى قصة العدد والآن أحبت الصغار هيا بنا نستمع إلى قصة الصياد الماهر العم حامد صياد ماهر يصطاد كل يوم ثلاث سمكات ويبيع كل سمكة بدينار واحد كان يصرف منها دينارا على أولاده الثلاثة ويدخر دينارا لوقت الحاجة ودينارا يتصدق به على الفقراء والآن أحبت الصغار ما رأيكم أن نجيب عن هذه الأسئلة حول القصة كم سمكة كان يصطاد حامد في اليوم؟ أحسنتم كان يصطاد ثلاث سمكات والآن نجيب عن السؤال التالي بكم دينار كان يبيع السمكات كل يوم؟ أحسنتم ثلاثة دنانير كل سمكة بدينار السمكة الأولى بدينار والثانية بدينار والثالثة بدينار إذن ثلاثة دنانير والآن كم عدد أولاد حامد؟ أحسنتم عدد أولاد حامد ثلاثة إذن أحبت الصغار ما هو العدد الجديد؟ الذي سوف نتعلمه لهذا اليوم أحسنتم إنه العدد ثلاثة هيا بنا نرفع ثلاثة أصابع هكذا أحسنتم أحبت الصغار مرة أخرى الدرس الجديد هو العدد ثلاثة والآن هيا بنا ننظر إلى هذه الصورة الجميلة ونتعرف إلى العناصر الموجودة بداخلها هيا بنا ننظر معا ماذا نشاهد؟ أحسنتم نشاهد هنا ثلاثة نحلات وماذا أيضا؟ نشاهد ثلاثة بطات وماذا أيضا أحبت الصغار؟ أحسنتم نشاهد ثلاثة نملات وماذا أيضا؟ أحسنتم نشاهد رمز العدد ثلاثة هيا بنا أحبت الصغار نقرأ هيا نردد مع ثلاث صفقات ثلاث نحلات واحد اثنان ثلاثة أحسنتم ثلاث بطات واحد اثنان ثلاثة ثلاث نملات واحد اثنان ثلاثة جربوا بأنفسكم ثلاث نحلات ثلاث بطات وثلاث نملات ولان أحبت الصغار هيا بنا ننتقل إلى هذا التمرين معاً أضع إشارة صح في الدائرة تحت المجموعة التي فيها ثلاثة إذن هنا لدينا مجموعات مختلفة وبها عناصر مختلفة ولكننا سنضع إشارة صح فقط تحت المجموعة التي فيها ثلاثة عناصر إذن أحبتي هيا بنا ننتقل إلى المجموعة الأولى كم عدد الكرات هنا؟ أحسنتم عددها ثلاثة هيا بنا نضع إشارة صح في الدائرة وهنا كم العدد؟ إنه واحد إذن لا نضع إشارة صح وهنا كم عدد الشاحنات؟ هيا نعد واحد اثنان ثلاثة إذن نضع إشارة صح وهنا أحبتي كم ديك في هذه المجموعة؟ أحسنتم اثنان إذن لا نضع إشارة صح ولان أحبت الصغار هيا بنا نحل هذا السؤال لأنكم تحبون الرسم هيا معي أكمل الرسم للحصول على ثلاثة دوائر هيا بنا هنا العدد ثلاثة وهنا دائرتين ولكننا نريد أن نصل إلى ثلاث دوائر إذن نحتاج لرسم أحسنتم دائرة أخرى والآن ننظر هنا إنه رمز العدد ثلاثة ورسم الدائرة واحدة كم نحتاج لصبح العدد ثلاثة؟ هيا نكمل واحد إثنان وثلاثة كم عدد الدائرة؟ كم عدد الدجاجات هنا؟ أحسنتم إثنتين إذن نضع دائرة حول العدد؟ اثنان وهنا كم سمكة؟ إنها سمكة واحدة إذن نضع الدائرة على العدد واحد وهنا كم عدد الأقلام؟ واحد أم اثنان أم ثلاثة؟ أحسنتم أحبة الصغار عددها ثلاثة إذن نحصر العدد ثلاثة ولعن أحبة الصغار هيا بنا ننتقل إلى تمرين الكتابة هل أحضرتم الأقلام؟ هيا بنا نحضر الأقلام ونبدأ بكتابة العدد ثلاثة كيف نكتب العدد ثلاثة؟ تابعوني جيدا نرسم صحنا صغيرا وصحنا آخر ثم ننزل إلى أسفل هكذا هيا بنا مرة أخرى صحن صغير وصحن صغير آخر ثم ننزل إلى أسفل هذا هو العدد ثلاثة نجرب مرات عديدة هذا هو العدد ثلاثة من اليمين إلى اليسار وننزل هيا نكمل والآن لنكتب بأنفسنا هيا بنا صحن صغير وصحن آخر ثم ننزل إلى أسفل نكمل صحن صغير وصحن آخر ثم ننزل إلى أسفل تذكروا ذلك إنه العدد ثلاثة العدد الجميل مرة أخرى هكذا أحبة الصغار كتبنا العدد ثلاثة جربوا بأنفسكم على الكتاب وعلى الدفتر حتى تتقنوه جيدا هو والأعداد السابقة واحد اثنان ثلاثة هيا ننتقل إلى سؤال جديد هيا نعد العناصر داخل المجموعات ونكتب العدد كم حبت برتقال هنا؟ أحسنتم حبة واحدة إذن نكتب واحد كم عدد السيارات هنا في هذه المجموعة؟ واحد اثنان ثلاثة عددنا الجديد إنه العدد ثلاثة وهنا كم حبة موز؟ أحسنتم حبتين نكتب اثنان وهنا كم عدد الأولاد؟ أحسنتم أحبة الصغار عددهم ثلاثة وكم نحلة في الصورة؟ نحلتين والآن كم عدد العناصر في داخل هذه المجموعة؟ إنها سلحفات واحدة إذن نكتب العدد واحد هكذا انتهينا من حل هذا التمرين ولن أحبة الصغار لأنكم تحبون التلوين هيا نحضر أقلام التلوين ونحل هذا السؤال معا ألونه حسب العدد لدينا هنا العدد واحد إذن كم شكل من هذه الأشكال سوف نلون؟ أحسنتم شكلا واحدا هكذا والآن لدينا العدد اثنان سنلون نجمتين واحد اثنان وهنا العدد ثلاثة إذن سوف نلون ثلاثة أشكال واحد اثنان ثلاثة أحسنتم أحبة الصغار أحبة الصغار هيا بنا نقرأ هذا السؤال معا أصلوا بين العدد والمجموعة المناسبة لدينا هنا أعداد إنها العدد واحد اثنان والعدد ثلاثة وهنا مجموعات وبها عناصر هيا بنا نعد المجموعة الأولى لنبحث عن العدد المناسب ونصل بينهما كم عدد التفاحات؟ أحسنتم عددها ثلاثة هيا نرفع ثلاث أصابع أحسنتم نصل العدد المجموعة بالعدد ثلاثة هكذا وهنا لدينا كرة واحدة نصلها بالعدد واحد وأيضا نحلة واحدة نصلها بالعدد واحد ننتقل هنا كم عدد السمكات؟ سمكتين نصلها بالعدد اثنان وكم عدد العصافير؟ واحد اثنان ثلاثة عددها ثلاثة ولان أحبة الصغار هيا بنا ننتقل إلى المجموعة الأخيرة هنا مجموعة من البالونات هيا نعود واحد اثنان ثلاثة ولكن هناك عدد أكثر من العدد ثلاثة ولا يوجد هنا عدد أكثر من عدد ثلاثة ما هو هذا العدد؟ هذا ما سوف نتعلمه في الدرس التالي وفي النهاية أحبة الصغار لابد من مهمة تعليمية ما هي هذه المهمة؟ أبحث عن أشياء حولي تتكون من ثلاثة عناصر كهذه المروحة وفي النهاية أحبة الصغار أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة